معارك طاحنة في الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا كوتيفور 2024 لنحدد 9 مقاعد متبقية تتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية عندنا 15 منتخب تم تحديد أسماءهم أو تأهلوا بالفعل وهناك 9 مقاعد سيتم تحددهم في الجولة السادسة الأخيرة والنارية هقولك في الفيديو ده عن المتأهلين رسميا إلى كأس الأمم الأفريقية موعيد مباريات الجولة السادسة أهم المباريات والمناورات على التسع مقاعد المتبقية في الجولة السادسة السلام عليكم ورحمة الله في البداية عايز أقولك أن في 15 منتخب تم تحددهم رسميا وتأهلوا بالفعل إلى كأس الأمم الأفريقية قبل بداية الجولة السادسة هما نيجيريا وغينيا بيساو بوركينا فاسو والرأس الأخضر ومصر الجزائر ومالي وكوتيفور وغينيا الاستوائية وتونس جنوب أفريقيا والمغرب والسنغال موزمبيك وغينيا دول 15 منتخب خلاص متواجدين برغم أي شيء أو بغض النظر عن أي نتيجة هتحصل في مباراتهم الأخيرة في الجولة السادسة عايزين نقولك بعض الإحصائيات أقوى هجوم في التصفيات حتى الآن هو المنتخب الجزائري أحرى 16 هدف أقوى دفاع حتى الآن هو المنتخب التونسي اللي استقبل هدف واحد يأتي بعده منتخب الجزائر وغانا ومالي اللي استقبل هدفين فقط هداف التصفيات قبل الجولة السادسة والأخيرة هو فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا اللي عنده سبعة أهداف وأيضا ساد يوماني لاعب المنتخب السنغالي اللي عنده خمسة أهداف الجولة السادسة والأخيرة هنبتديها إن شاء الله اليوم الأربعة 6 تسعة الفين تلاتة وعشرين بمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية اللي هتكون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر أما يوم الخميس سبعة تسعة الفين تلاتة وعشرين عندنا مباراة مهمة جدا أنجولا ومدغشكر غانا وأفريقيا الوسطى النيجر وأغندا الجزائر وتنزانيا تونس وبتسوانا الجزائر وتنزانيا ساعة عشر مساء بتوقيت مصر يعني الساعة تمانية مساء بتوقيت الجزائر تونس وبتسوانا نفس التوقيت عشر مساء بتوقيت مصر تمانية مساء بتوقيت تونس طيب يوم الجمعة عندنا تمانية تسعة الفين تلاتة وعشرين مصر وإسيوبيا ساعة سبعة مساء بركينا فاسو وسواتيني ومالي وجنوب السودان يوم السبت 9-9 عندنا موزنبيك وبنين ملاوي وغينيا كوتيفور وليسوتو موريتانيا والجابون الساعة 7 مساء الكنغو والسودان 7 مساء جزر الكمر والزنبي 10 مساء المغرب وليبيريا 10 مساء بتوقيت مصر يعني 8 مساء بتوقيت المغرب السنغال ورواندا يوم الأحد 10-9 عندنا مباريات نيجيريا والساوتيمي توجو والرأس الأخضر جنبيا والكنغو ويوم الأسنين عندنا مباراة 11-9 غينيا بسوى سيريليون وآخر المباريات يوم السلساء 12-9 الكاميرون وبروندي طيب هتقول لي عندك 9 مقاعد ايه المباريات المهمة اللي بأنصحك بمتابعتها في الجولة السادسة عايزين ناخد 9 مقاعد من المباريات الهمة اللي جاية ان شاء الله في الجولة السادسة عندنا مقاعدين من المجموعة التالتة ما بين الكاميرون وناميبيا وبروندي يعني عايزين فرقتين كمان من بين الكاميرون وناميبيا وبروندي اللي موجودين في المجموعة التالتة وعايزين أيضا منتخبين من المجموعة الخامسة اللي فيها غانا وأنجولا وأفريقيا الوسطى وعايزين مقاعد واحد من المجموعة السادسة إما تنزانيا أو أغندا وعايزين مقاعد واحد من المجموعة السابعة إما الجنبيا أو الكنغو ومقاعدين من المجموعة التاسعة إما موريتانيا أو الكونغو أو السودان ومقاعد واحد من المجموعة الاثنشر إما موزنبيك وإما بنين وبالتالي تسع مقاعد مواجهاتها تكون طاحنة بمعنى الكلمة عشان نعرف باقي المنتخبات المتأهلة إلى كأس الأمم الأفريقية اللي هيكون موعد القرعة بتاعتها إن شاء الله يوم الخميس 12 أكتوبر 2023 عندنا لما يتأهلوا إن شاء الله التسعة هيكون عندنا 24 منتخب هيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات كل مجموعة فيها 4 منتخبات يتأهل أول وتاني كل مجموعة إلى دورة 16 يعني 12 منتخب بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث عشان نكون دورة 16 من كأس الأمم الأفريقية كوتفار 2024 ده كل الأمور اللي معانا نتمنى التوفيق لكل منتخباتنا العربية في الجولة السادسة وفي كأس الأمم الأفريقية اكتب توقعاتك للتسع مقاعد أو التسع منتخبات اللي تتوقع تأهلهم من الجولة السادسة ولا تنسى لايك للفيديو اشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته